ابن عبدالبر رحمه الله جمع ثلاث مدارس قلمة اجتامعة يقول عنه الحميدي رحمه الله أن من شاءه في التلقي كان ظاهريا ومعنى هذا أن الرجل يجب أن يكون مستوعبا للآفار ثم يقول عنه الذهبي نفس الكلام يقول قيل إنه كان ظاهريا المذهب في من شائه ثم قال ويميل إلى المذهب الشافعي في مسائل هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله بمعنى أنه يتقن المذهب الشافعي الذي هو مدرسة فريدة أيضا المذهب الشافعي أو الشافعي رحمه الله نفسه مدرسة فريدة جاءت بين المدرسة المالكية والمدرسة الحنفية بما نلاحظ النبوغ كيف يطرأ كما نبغى الإمام الشافعي بجمعه بين المدرسة نبغى الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله بجمعه بين المدرسة يعني الظاهرية الذين ينفون القياس إذن يجب أن يبدعوا خارج القياس الذي هو قياس العيلة طبعا ما يقولون بقياس آخر الذي هو القياس المنصوص وأيضا المذهب المالكي المذهب المالكي مذهب متى وضعته في السياق ينبغ أصحابه لأنه مذهب مليء بالأصول الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله درس على خيرة فقهاء قرطبة وعلى خيرة قضاة قرطبة والأندلس فتمكن من أن يأتي بشيء فريد ترجمة نانسي قنقر